موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسئلة إلى كل أولئك الذين وجدوا في مرجعية الشهيد الصدر قد تصله روحه الزكية متكأا ورقنا وثيقا إلى كل أولئك الذين عاشوه مرجعا ومفكرا وعرفانيا وشهيدا وأبا وأخا وقدوة إليهم جميعا وأنا منهم أتير هذه الأسئلة هل كنا زينا للمرجع الشهيد الصدر أم كنا شينا عليه ما الذي قدمناه لمنهجه السلوكي والعرفاني ما الذي قدمناه لمشروعه العلمي هل عرفنا منظومة المقاصد المبثوثة في تنايا مشروعه الإصلاحي والاجتماعي هل فهمنا سيرته كيف عاش ولماذا استشهد هل عشنا سيرته في سلوكياتنا اليومية هل عرفنا منهجه في إدارة الدولة ومجابهة الظالمين أم إننا اتكأنا على مشروعه كواجهة أو جسر يوصلنا إلى مكتسبات المرحلة لماذا اختزلنا الشهيد الصدر بمشروع صلاة الجمعة فقط وكأنه لم يقدم غير هذا المشروع هل نجحنا بإيصال مشروعه للأجيال الحالية وكيف سنوصله للأجيال الأحقة هذه الأسئلة أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في طرحها في هذه التغطية المباشرة بمناسبة ذكرى شهادة آية الله العظمى المرجع السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس الله روحه الزكية مع ضيوفه في الستوديو سمحت الشيخ حسيني القريزي أحد وكلاء السيد الشهيد الصدر حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله أيضا أرحب بي سماحة الشيخ ماجد الشامي باحث إسلامي حياكم الله حياك الله شيخنا وشكرا لهذه الاستضافة أعظم الله لنا ولكم الأجر أعظم الله لنا ولكم الأجر وإن شاء الله سينضم إلينا قريبا من محافظة كاركوك الحبيبة سماحة الشيخ رعد الصخري الباحث والخطيب البداية معك سماحة الشيخ القريزي أهمية الشهيد الصدر قد تصلى روحه الزكية في الضمير والوجدان الشيعي العراقي المعاصر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه أجمعين النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين قبل البدء بالحديث نرفع حر التعازي والمواساة إلى مقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وإلى العالم الإسلامي أجمع بقيادة الحوزة العلمية الناطقة الشريفة وعلى رأسها سماحة الأخ المفدى السيد مقتدى الصدر دام ظله السيد الشهيد الصدر أكيدا عاش في وجدان الأمة وهذا واضح من خلال التصرفات الإيجابية لأتباعه وهذه التصرفات الإيجابية التي قلبت ذلك المجتمع الذي كان يعيش حالة الانهيار لو صح التعبير أما بعد بروس هذه المرجعية على ساحة الواقع فقد انقلب هذا المجتمع من مجتمع الرذيلة إلى مجتمع الفضيلة والفضيلة أكيدا تعيش في الوجدان والضمير أولا ثم تتبلور إلى ساحة الخارج فكأنما كان بعض الأفراد يعتبرون بعض المعاصي إنها من الثقافات الحياتية واليومية بحيث اعتادوا لا أريد أن أذكر بعض الذنوب التي كان يرتكبها بعض أفراد المجتمع فكانوا يتباهون بها وكأنها من الثقافات الاعتيادية لكن سبحان الله هذا الضمير بخطابات باستفتاءات معينة وبالنفس المبارك لسماحة شهيد الله انقلب ذلك الذنب إلى طاعة لله تبارك وتعالى وتحول المجتمع من المعصية إلى الطاعة وهذا هو الوجدان أو الوجود الحقيقي لسماحة شهيد الله داخل الوجدان والضمير الذي يعيشه الفرد الشيع العراقي بل الإسلامي العراقي عموما لأننا عاشرنا وجلسنا مع كثير من الطوائف والفئات العراقية التي تأثرت بأنفاس السيد الشهيد الصد أحسنتم أن يولد المنهج والمشروع هو أمر في غاية الحيوية والفاعلية ولكن الفاعلية الأكثر في ديمومة هذا المشروع وفي ديمومة هذا الوجود في الوجدان والضمير الشيعي لا أعلم هل يوجد لدينا تراخن؟ يوجد لدينا تلكؤ؟ يوجد لدينا عدم فاعلية؟ يوجد لدينا كسل في إيجاد إدارة لما كان يريده الشهيد الشهيد الله كما عبرتم قدس الله روحه الزكية هذا المشروع حتى يبقى يشتعل يكون إضاءة للأجيال المقبلة لا بد له من إدارة هل أخطأنا بإيجاد منهج حقيقي لإدارة مشروع سيد الشهيد الصدر في واقعنا المعاش؟ أكيدا هذا الخطأ موجود لكني أعبر بأنه خطأ غير مقصود باعتبار أن السيد الشهيد الصدر بأبي وأمي وريث المعصومين سلام الله عليهم وأن المعصومين ورثة الأنبياء فبما أن النبي قال يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا فأكيدا أن المعصومين لهم حصة مقدرة من هذا الجانب الوراثي وبالتالي أن سيد الشهيد الصدر بأبي وأمي له حصة كذلك مقدرة من هذه الوراثة فأنه المجتمع أو الأتباع المقربون يعرفون ما هي الصدر وحقيقة سيد الشهيد الصدر بأبي المئة فهذا شنو محال؟ إذن هذا المشروع الأخطاء غير مقصودة الإدارة إن شاء الله موجودة لكنها لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى السيد الشهيد الصدر مئة بالمئة لكن كمعرفة إجمالية جزاهم الله خير جزاء المحسنين سواء في حياة السيد الشهيد الصدر بأبي وأمي أو بعد استشهاده قدموا الممكن لو صح التعبير وهذا الممكن أعتقد لو قيس بغيره بغير بعض التيارات والاتجاهات الأخرى لا يمكن جعل نسبة وتناسب فيما بين التيار الصدري وأتباع السيد الشهيد والآخري آتي إليك لاحقا لأتحدث عن أبرز التحديات التي حالت بدرجة أو بأخرى دون أن يكون هذا المشروع مستمر وبنفس الفاعلية ربما نتحدث لاحقا عن هل الدخول في التوظيف السياسي مئة المشروع جعله ينحسر أو يتحول إلى إيديولوجيا وما إلى ذلك الآن نقول الكلام إلى سمحت الشيخ ماجد الشامي أين يكمن مشروع السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس الله روحه الزكية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بداية عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل ونعزي العالم الإسلامي أجمع ومراجعنا العظام وكذلك بقية آل الصادر لسماحة السيد القاد مهتد الصادر بهذه المناسبة مناسبة ذكرى شهادة السيد الولي الطاهر محمد الصدر وعن الله تعالى بالتقويم الميلادي كما أنه نعم وإذا أردنا أن نتكلم عن السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه هل كان أنه سيد محمد الصدر كان وليدة لحظة أنه جاء لهذه الأمة في لحظة لو جاء في لحظة حقيقة أنه عندما كانت الأمة غاصلتنا نقول في العراق نعيش في وسط التيه من التيه والضياع والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى كما يعبرون لأنه كانت منظومة المنظومة التي كانت تحكم العراق لمدة 35 سنة ومن قبلها أيضا هذه المنظومة التي كانت لحكمة العراق فكانت تجد أنه في العراق كما أنه عبر عنه من يمسك بالعراق وقد أمسكها بالعالم أجمع فلذلك تكالب الشرق والغرب على هذا العراق وعلى هذه الأمة بالخصوص لما يحمل من خصوصية العراقيون يحملون خصوصية لربما تختلف عن باقي الأمم وسبحان الله ولم يكن اعتبارا أن يأتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله أن يؤسس دولة في العراق وفي تحديدا في الكوفة المعظمة فهذا لم يأتي اعتبارا ولذلك أنه جاء سنقول أنه أئمة الكفر والضلال على كرور الليالي والأيام وعلى هذه القرون التي مرت أن أرادت بالعراق السوء ولم يأتي سبحان الله هذا العراق يأبى إلا أن ينهض من جديد ويأبى إلا ينهض بمفكريه وبقادته وبعلمائه وهذا ما أكد عليه سيد الشهيد الصدر روان الله تعالى عليه عندما يقول أنه لا يوجد أحد من آبائي وأجدادي إلا كان عالما وزاهدا فهذه العائلة التي هي امتداد لأهل البيت سلام الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كما أشار الشيخ في هذا الحديث أنه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل بل أفضل حتى أنه أشار أحد المفسرين أو أحد الباحثين في قضية يقول أن الأنبياء ربما أكون نبي بعثه الله سبحانه وتعالى على قرية ليس القرية في المفهوم القرآني نعم ربما تكون أكبر ولكن نقول القرية بمفهومنا أحنا الدارة جل الله بعث نبي لقرية ربما بعث نبي لعشيرة وربما أكون أنبياء الله بعثهم لبيوتهم فقط هذا ولذلك في التعريق أنه يروى على أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد يعني من شروق الشمس إلى غروب أكثر من سبع نبي فلما تأتي إلى سيد محمد الصدر لهذا سؤالكم أشارك محمد الصدر لم يكن جاء لي مجموعة معين من الناس لم يأتي إلى أهل النجف فقط ولم يأتي إلى الشيعة فقط ولم يأتي إلى العراق فقط نعم كانت ناضطة من العراق وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العراق وكما أشار إليه رضوان الله تعالى في موسوعته على أن العراق هو فعلا هو عاصمة عاصمة العد الإلهي التي سيحققها الله سبحانه وتعالى لما مر بالعراق من ويلات ومن محن ومن ظلم ومن كذا فشاء الله أن هذه الأشياء التي هزت العراقيين على مر التاريخ أنه أعطته من القوة ومن القدرة على النهوض بواقع الإسلام يختلف عن باقي تضح هذه الصورة يعني تريد أن تقول أنه سيد الشهيد هو لا يختلف عن سيرة أجداده كان قارئا جيد وممتاز للحدث ورأى أن الأمة الإسلامية هي بحاجة إلى ثورة إلى نهضة بحاجة إلى إعادة مقاصد الإسلام إلى نصابها الأول كما كانت في عهد الأنبياء أو عهد النبي صلى الله عليه وآله والأم صلى الله عليه وآله هذا هو مكمل مشروع السيد الشهيد ننتقل إلى محافظة كاركوك ونرحب بسماحة الشيخ رعد الصخري الباحث والخطيب سماحة الشيخ حياك الله وأعظم الله لنا ولك الأجر ذات السؤال الذي سألته للشيخ الشامي أين يكمن مشروع سماحة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر الكلام لك تفضل تحية لك دكتور ناجي الغالي وتحية لضيوفك الأعزاء وخصوصا إلى الزميل والصديق والأستاذ الشيخ ماجد الشامي وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالسيد الشهيد السعيد محمد محمد صادق الصدر قدس الله روحه الطاهرة سماحة الشيخ تكلم قبل قليل وأنا استمعت استماعا جيدا لما تفضل به بما يتعلق بوجود السيد الشهيد الصدر في العراق وخارطة التغيير التي أحدثها على مستوى المواطن العراقي وعلى مستوى المواطن المسلم بصورة عامة أريد أن أخذ جانبا آخر من حياة السيد الشهيد الصدر والإجابة على السؤال الذي تفضلت به أين يكمن السيد الشهيد الصدر هناك جانب مهم قد كمن فيه السيد الشهيد الصدر وأبدع وأجاد فيه ألا وهو الأوبديت والتغيير والتحديث الذي أوجده في التراث الإسلامي وفي الموروث الإسلامي الذي لم يستطع أحد التجرع على تغييره أو النقاش فيه السيد الشهيد الصدر قدس الله روحه الطاهرة خاض في غمار مسائل وثوابت مهمة جدا عند علماء المسلمين من الجانب الفقهي ومن الجانب العقائدي ومن الجوانب الأخرى أحدث تغييرا ملحوظا وناقش كبار العلماء والفقهاء في مسائل الفقه مثلا السيد الشهيد الصدر تكلم عن أمور لعله المجتمع الإسلامي مبتلى بها مثلا مسألة الآيس كريم والثعلبية المستخدمة فيها مسألة نوع من أنواع الأسماك اللي هو سمك الصبور مثلا مسألة الطرشي مسألة الجبن وأنفحة الجبن مسائل ابتلائية السيد الشهيد الصدر قدس الله روحه الطاهرة وضع نفسه في غمارها وقد أفتى بالمخالفة لجميع الفقهاء الذين سبقوه في هذه المسائل أنا أريد أن أتكلم باختصار لكي أتسع الكثير من المجالات في مجال التفسير كذلك هناك كمون للسيد الشهيد الصدر في مجال التفسير بشكل واسع ورائع وتغييري وتحديثي أنتقل مباشرة إلى المثال في مجال التفسير لا أريد أن أخوض في غمار الفلسفة العليا والكبرى لعله من المثال قد يفهم المستمع والمشاهد مدى تأثير السيد الشهيد الصدر على عالم التفسير مثلا السيد الشهيد أخذ آية قرآنية من الآيات التي ارتكز المفسرون على أخذها بالاتجاه السلبي بالنسبة للإنسان قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وكنود بمعنى كفور وأكثر المفسرين قالوا أن الإنسان من طبعه أنه يكفر بالنعمة إلا أن السيد الشهيد الصدر جاء ببيان آخر مختلف مئة بالمئة عن البيان الذي ذكره المفسرون قال إن الإنسان لربه لكفور يعني لربه لكنود عفوا لو أن الله تبارك وتعالى أراد السلب للإنسان في هذه الآية لقال إن الإنسان بربه لكنود لكنه قال لربه أي لصالح ربه كفور يعني يكفر بالجبت والطاغوت وما يؤيد ذلك تتمت الآية المباركة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد كيف أن السياق يذم في بدايته ويمدح في نهايته ولا يوجد هناك معيار في القرآن الكريم من تناقض للسياق السياق في القرآن الكريم سياق موحد فأخذ السيد الشهيد هذه الآية المباركة بخلاف ما ذكره جميع المفسرين من السلب للإنسان في هذه الآية تطحت هذه الصورة سماحة الشيخ الصخري وكذلك مسألة الشيئية ونظرية الشيء التي قال عنها السيد الشهيد ما فرطنا في الكتاب نأتي إليها نأتي إليها لا حقا ألقوا الكلام إلى سماحة الشيخ الجريزي يعني فتح لنا باب كبير سماحة الشيخ الصخري هو طبعا إشارة إلى تفسير منة المنان أكيد وبالتالي هو أعطانا إشمامة مصداق معين ذكره النسان لربه لكنود هذه إشمامة ولكن هذه الإشمامة تستند إلى آلية والسؤال الجوهري هنا بهذا الصدد ما الآية التي اعتمدها سماحة السيد الشهيد في قراءة النص القرآني ما الآية الذي وصل لنا الآن هي إشمامة هذه الإشمامة تتكع على قاعدة تتكع على معيار تتكع على آلية ما الآية التي اعتمدها الشهيد الصدر هذا واضح من خلال عنوان الكتاب أنه الأعم الأغلب من المفسرين يقولون الميزان في تفسير القرآن العنوان الكذائي في تفسير القرآن السيد الشهيد الصدر بأبي وأمي اتخذ هذا الإسلوب الذي هو الدفاع عن القرآن لا يعطي جزم معين في تفسير الآية المعينة وإنما اتخذ اسلوب الدفاع عن القرآن فمثلا يدافع عن الشبهات التي أثيرت حول القرآن هل أن في القرآن نقص أم لا هل أن القرآن كذا فيجيب بجواب معين البسملة التي لم يتطرق أحد من المفسرين على أنها متعددة المعاني وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة الكثير يعبر عن البسملة بمعنى واحد في جميع السور القرآنية إلا السيد الشهيد الصدر بأبي وأمي يذهب إلى أن البسملة في كل سورة لها معنى مختلف معين وعليه يوجد في علم الأصول عبارة تقول بأنه وحدة السياق حج فلا يمكن لسياق الآية أن يختلف فيما بين المقدم وما بين التالي وخير شاهد ما ذكره جناب الشيخ الصخري من كركوك جزاها الله خير جزاء المحسنين أن النظر الدقي للسيد الشهيد حتى إلى الحرف الواحد في اللفظ الواحد من الآية المباركة سواء هذه أو غيرها فعليه أنه هذا الإسلوب الذي اتخذه السيد الشهيد الصدر إسلوب دفاع عن القرآن بردود معين على ما قاله المفسرين الأسبق منه هذا واحد واثنين بيان لو صح التعبير ما هو ممكن من هذه الآيات الكريمات واثنين أن السيد لم يجزم برأي معين وإنما تعرف جنابك الكريم وجناب الشيخ أن السيد اتخذ اسلوب الأطروحة فيعطي للآية أو للسورة أطروحات عديدة وللقارئ اللبيب أو الذي له حصة معينة من الفهم الكذائي في فهم القرآن أو آيات القرآن أن يختار الأطروحة أو الرأي الذي يناسبه لو صح التعبير هذا يجعل الباب مفتوح إلى آراء أخرى وهذا يتماهى يعني وأنت تتحدث مرقة في ذهني وخاطر تلك الرواية لذلك الشخص الذي يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له ما باله هذا القرآن لا يزداد عند النشر والدرس إلا غضاضة فيجيبه سلام الله عليه يقول لي أن الله لم يخلق لزمن دون زمن ولا لقوم دون آخرين فهو غض في كل زمن إلى يوم القيامة أنا فسرت على النحو الشخصي الغضاضة بأنها المعاصرة بالتالي ما طرحه السيد الشهيد هنا هو يريد أن يثبت لنا أن القرآن غض ومعاصر ولكن هذه تعدد التأويل يعني ألا ترى أنه ربما في حالة من الحالات يجعلني أنقاد إلى الشك وأنقاد إلى النسبية هذا رأي وهذا رأي وهذا رأي وهذا رأي تعدد أو جهد تأويل ربما فيه إشكالية كبرى الإشكالية موجودة لكنه لا يدعي إلى الشك أبدا لأنه عقلا ونقلا أن القرآن محفوظ هو محفوظ نعم كألفاظ نعم لكن تأويلاته تكون محفوظة حسب ما تلي علينا من النص القرآني ولذلك مثلا أنا سئلت أحد الذين يدعون المرجعية في يوم من الأيام إنه ما الدليل على عدم تحريف القرآن فاستدل بالآية بسم الله الرحمن الرحيم إننا وإنا له لحافظون إننا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلما ذهبت إلى السيد الشهيد الصدر بأبي وأمي سئلت قلت لسيدنا سئلت فلان وهكذا أجاب فالسيد ابتسم واضعا يده على فمه مستصغرا ذلك الجواب قلت لسيدنا إذن ما الدليل على عدم تحريف القرآن قال سكوت المعصوم لو أن المعصوم يعلم بوجود تحريف في القرآن لا أشار إليه إلا أن سكوت المعصوم هو خير دليل على عدم تحريف القرآن هذا التضارب في التأويل بناء على وجود روايات لو صح التعبير قد يفهمها القارئ على إنها متعارضة حتى لو حصل التعارض فإنهم يبحثون في هكذا خلأ أعبر في مبحث التعادل والتراجيح على أن هذا التعارض إن كان تعارضا لفظيا فيلقوا له مخرج معين ويخرجون بنتيجة أيهما أقوى من هذه الروايات والأحاديث فيخرج بنتيجة معينة وإذا هذا التعارض القرآني راح يوجد إن في ساحة الخارج تزاحم عملي كذلك إنهم يقدمون الأولى لو صحت الأهم على المهم وهكذا يعني هناك حديث طويل في هذا الموضوع وحدة النص القرآني هي دليل لوحدة الله سبحانه وتعالى والبعض يقول تعدد أوجه التأويل هو تكريس للشرك وليس تكريس للتوحيد ولكن لدينا خط أو سلسلة ذهبية أوجدت لنا رأيا واضحا صحيحا لا تعددا تأويليا ربما هنا نحتاج إلى وقفة كبيرة بعد الفاصل أكون معك سماحة الشيخ الشامي وأسأل عن الجديد الذي جاء به خاصة فيما يخص رؤية قيادة المجتمع فيما يخص بناء الدولة بعد الفاصل أكون معك أحبتي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم حياكم الله أحبتي المشاهدين من جديد وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى شهادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه ما زلنا مستمرين في هذه التغطية حول قراءة في المنهج الإصلاح لسيد الشهيد الصدر مع ضيوفي الأعزاء أجدد لهم الترحاف سمحت الشيخ شيني الجريزي وسمحت الشيخ ماجد الشامي ومن كاركوك سمحت الشيخ رعد الصخري البداية معك في هذا الجزء سمحت الشيخ الشامي كنت قد سألتك ما الذي تشكله أو ما المميز في مشروع السيد الشهيد يعني مثلا على سبيل المثال بحث السيد فيما يخص الإمام المهدي المنتظر يعني موسوعة السيد الشهيد يصفها السيد الشهيد محمد باكر الصدر يقول لم يسبق لها نظير في الموروط الشيئي هذا يعني أن هناك جديد فمن مجموعة المميز في مشروع السيد الشهيد الموسوعة المهدوية ضعنا في صورة التمييز ساك الله في خير وعلى الله قبل هذا أنه تعياتنا للأخ العزيز الشيخ رعد الصخري من كاركوه صلى الله عليه وسلم له دوام الصحة والموافقية نعم محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه هو قال مرة في على منبر الجمعة سترون من الكثير وربما الكثير مننا يعرفوا السيد محمد الصدر من خلال صلاة الجمعة وربما من خلال موسوعة الإمام المهدي فقط وتناسى الكثير مننا وبأن محمد الصدر أخذ من كل قدر مغرفة إذا ذهبت إلى الطبيب ستجد أنه كتب للطبيب ما يملي عليه في مهنته وترى الفيزيائي عندما يقرأ لمحمد الصدر سيرى أنه محمد الصدر وضع شيء لهذا الفيزيائي وكذلك الكيميائي وكذلك الأديب وكذلك الشاعر وذلك بحر في كل العلوم التي هي في تماس مباشر مع الإنسان فإذا أجد على قضية أنه موسوعة الإمام المهدي كما أشار أنه كتب المقدمة لها السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه الموسوم بحث حول المهدي وكتب هذا الكتيب لمقدمة لهذه الموسوعة بالرغم من أن السيد الشهيد الصدر كتب هذه الموسوعة في سنة 1974 يعني في ريعان شبابه يعني لم تجاوز عمره تقريبا في ذلك 28 سنة وأكثر من ذلك فكتب هذه الموسوعة وهي كما أشار أنه الشيخ في قبل قليل بأنه كان يستخدم نموذج الأطروحة يضع الأطروحة والأطروحات وعلى القارئ اللبيب أن يأخذ من هذه الأطالية ولذلك عندما نرى أن السيد يعني جرتني قضية موسوعة الإمام المهدي يتصور البعض على أنه تناول قضية الإمام المهدي كيف أولد وشون يظهر ومن هما سفراء نعم تناولها طبعا في هذا سنقول بالجزء الأول وبالجزء الثاني ولكن مر أحد الباحثين وأحد الكتاب مر على السيد السيد محمود الهاشمي رحمة الله على روحه فقال له هذا الرجل أنه كان باحث ويكان يعيش في الغرب قال أنا قرأت عن السيد الشهيد المحمد باقر أنه كتب في قضية أنه النظام الاشتراكي النظام الرئيس مالي وكتب في كتاب فلسفتنا في هذه الأمور وتناول القضية أنه الفكر الشيوعي هل موجود في الحوزة ومن هو يتصف بهذه العلوم الدينية كتب كما كتب السيد محمد باقر الصدر وكان هو مذهون الحقيقة فيقول أشار إليه أحد الأخوة أنه قال نعم كتب السيد محمد الصدر وعن الله تعالى في اليوم الموعود في قضية عندما أنه العدل لها وسعادة معنى أنه التحقيق السعادة الإنسان في بعد الظهور نعم فتناول السيد الشهيد الصدر في هذه القضية بالنظام الرئيس مالي والنظام الاشتراكي ولأنه سعادة البشرة كيف تكون ما لم يكتبه السيد محمد باقر الصدر في هذا فلذلك إنه لجل لو بحثنا في قضايا السيد الشهيد الصدر لقد كتب في كل شيء يعني أنا ربما أنا تناولت هذه القضية مرة وأنا كنت معهم مجموعة من الطلبة طلبة جامعة بغداد تعرف أنهم من بعد في فترة التسعينات الناس توجهت إلى هنقول الأشياء الروحية من هم الناس الفقرة جهلة من أولى المشعبذين وولجأ أولى السحرة ووجدوها ومنهم المثقف الذي ذهب إلى قضية علم البراسيكولوجي وذلك حتى ما أتذكر أنه كتب في هذا حوالي عشر كتب الحارث عبد الحميد الحارث عبد الحميد وسبحان الله أيضا هذا قتل به هذه الأحداث التي مرت في العراق وكان يتناور قضية أنه علم البراسيكولوجي طيب فأجوا دولة الطلبة طبعا كانت أنه يتذكر الشيخ أنه أكثر الناس اللي يأتون إلى النجف يفرون على فر على على مكاتب العلماء طيب العلماء اللي بقاء فيفتروا عليها بيكسروا على العلم البراسيكولوجي فما جابوهم علم البراسيكولوجي لربما كلمة غريبة في أدبيات المراجع ومضى منهم أنا كنت معهم حتى أكون أنا شاهد في هذه القضية فيجأوا للسيد الشهيد الصدر رضوان والله تعالى عليه في هذا فقلوا سئله العلم البراسيكولوجي الآن قاعد طهاروا فرأسا السيد سبحان الله وقالهم نعم أنا قرأت عن هذا العلم وبدأ أن يفسر ويفصل لنا كما أنه كنا للجالسين على أن من العلماء يعني ميشيل ديسوار هذا العالم الألماني وقالهم أنه قضية أنه تأثير تأثير الأشياء الروحية على أحيان على الأجسام الفيزيائية كتأثير العين في قضاء يعني كثير من التاريخ يقال أنه بعض العين تسقط الإنسان أو ربما وقضية أنه في زمن التحاد السوفيدي كانوا قضية أنه التواصل عن طريق التخاطر ليصل هذا فأشارناه بقى يشرع على هذا العلم فقال هذا الرجل أنه فعلا أخذ من كل القدر مغرفة فعندما تجي مثلا تجي قضايا أنه يجي على الفيزيائي من يحشى على قضية الفوتونات ويضع على قضية الإلكترونات ويحشى على قضية أنه هذا في الجسم الصغير في المهم يعني هذا ما يخطرني فكثير من الكتب التي تناولها سيد الشيد الصدر لم يكن مختصرا على علم واحد طيب تضحت هذه الصورة يعني أنتم أجدتم الوصف أخذ من كل قدر مغرفة ولكن أنا عندما وقفت عند الموسوعة المهدوية أنت تعلم قضية الإمام المهدي هي قضية مرتبطة ببناء دولة هي قضية مرتبط مرتبط بمشروع مستقبلي بالتالي عندما نقول قضية مرتبطة بمشروع مستقبلي ويكتب عنها موسوعة والموسوعة بشهادة الجميع هي موسوعة مميزة بالتالي أنا أسأل وأقول كيف طرح السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر القضية المهدوية مثلا هل الدولة في الموسوعة المهدوية ما وظيفة الدولة حراسة الدين الدعوة إلى الدين كيف بيّنها سماحة السيد الشهيد هذا السؤال دعني أقوده لشيخ رعد الصخري شيخنا مرة أخرى حياك الله الموسوعة المهدوية لا يمكن لشخص أن يقرأ مشروع السيد الشهيد الإصلاحي إلا ويتطرق إلى الموسوعة المهدوية كتب عنها الكثير قال عنها الكثير وأشادوا بها ولكن موقعية الدولة في الموسوعة المهدوية في الفكر المهدوي الذي يحمله السيد الشهيد الصدر وهي مسألة مرتبطة باستشراف المستقبل ما الجديد الذي جاء به سماحة السيد في هذا المقبار نعم أريد قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أقدم اعتذاري إلى ضيفك العزيز في بداية البرنامج لم أعلم بوجوده سماحة الشيخ المفضل العلامة الشيخ حسين لقريزي تحياتي له أستاذا وعزيزا وأخا وحبيبا حياك الله الله ما هي هذه الدولة في كثير من الكتب وفي الكثير من الموروثات أبعدها السيد الشهيد الصدر قد صله ورحه طاهرة وذهب باتجاه نظرية ما هو موجود وما هو مستطاع وما هو ممكن يعني الأمور الإعجازية والأمور الخارقة استبعدها السيد الشهيد الصدر وجعلها خيارات قد تكون خيارات احتياطية وخيارات بعيدة وأخذ نظريات أعداء المهدي باتجاه لو سمحتني تحت هذا المضمار إذا ما عملنا على إثبات نظرية الخوارق فيما يخص القضية المهدوية ما البديل الذي قدمه سماحة السيد الشهيد بلحاظ هذه الإجابة المجزة التي قدمتها هل إنه سماحة السيد الشهيد يرى أن دولة الإمام المهدي أو الإمام المهدي زلالله تعالى فرجه الشريف سيعمل وبالإجراءات الطبيعية على بيان القدرات التي يمكن أن يمتلكها الناس فيعمل على تطوير المهارات يعمل على تطوير القابليات ما يعطيهم مفاتيح إقامة الدولة العادلة الصحيحة ولكن ليس على أساس نظرية الخوارق إنما بتفجير الطاقات هل هذا ما تريد إيصاله أحسنت فعلا هذا ما أريد إيصاله أن السيد الشهيد أخذ باتجاه الأمور الطبيعية وليس الأمور الخارقة والإعجازيات يعني مثلا حينما تناول مسألة الأعور الدجال قال أن الأعور الدجال هو عبارة عن حركة تنظر بعين واحدة وهي عين الشار لذلك سميت في منطوق الروايات بأنها أعورا دجالا لأنها تنظر بعين الشر فأخذها من جانب الرجل الخارق الإعجازي إلى حركة منحرفة تنظر بعين الشر فقط فهذه التقريبات التي أرادها السيد الشهيد الصدر إلى أخذ الروايات وما ورد في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الأمور الطبيعية وليست إلى الأمور الخارقة يريد أن نعيش حالة ظهور حالة ظهور إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يريد أن نعيشها بالأمور الطبيعية ولا ننتظر أن إماما سيخرج على فرس وسيقيم دولته بكل فيكون دعنا نستمع إلى رأي سماحة الشيخ الإقريزي لو سمعت أحسنتم وأضعتم الشيخ الإقريزي السيد الشهيد ليس بدعا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي حول بؤرة الحضارة من الشعر إلى الوحي ثم عمل على تحويل الوحي إلى منظومة سلوكية إذنسانية متكاملة وصلت إلينا وتلقفها العلماء ومنهم سماحة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر عدم الاعتماد على نظرية الخوارق كما أشار الشيخ الصخري بل اعتماد على القدرات والإجراءات الطبيعية هذه مسألة بحاجة إلى تفكيك بحاجة إلى إضاءة أكثر هذا الجواب واضح من خلال بعض الأجوبة التي صدرت من فمه الشريف عبر الأسئلة التي قدمت له بأن الإمام صلى الله وسلامه عليه لا يظهر بالمعجزات ولا يعتمد على نظام الخوارق الذي اصطلح عليه جناب الشيخ وجنابك الآن وإنما يعمل بالإمكانيات الموجودة في المجتمع ولعله هذه الإمكانيات تحتاج إلى تفجير إلى يعني نزول لساحة الخارج هذا قبل ظهور الإمام صلى الله وسلامه عليه ولعله سيد الشهيد الصدر بأبي وأمه قد تبنى هذا الأمر خلال مرجعيته الشريفة بحيث أنا سألته في يوم من الأيام عن مو مصرف سهم الإمام صلى الله وسلامه عليه فقال سهم الإمام يصرف في تبليط الشوارع وبناء المستشفيات وتخريج الضباط وتخريج الأطباء لأن الإمام لما يظهر لا يظهر كون على بلد خاون لو صح التعبير وإنما يحتاج الضابط والطبيب والمهندس والصيدلي وكل الكفاءات لم يتطرق بأن الإمام سوف يخلق طائرة عن طريق الدعاء أو عن طريق المعجزة لا وإنما وجود مهندسين في هندسة الطيران لو صح التعبير هؤلاء انطور قابلياتهم حتى يستطيعون إلى مستوى الصناعة الغربية على سبيل المثال فالموسوعة كإنما هكذا أولا السيد الشهيد جعل الموسوعة فكرموز أنه لما يظهر الإمام مثلا في مكة هل المقصود من أنها مكة الموجودة في المملكة العربية السعودية في الحجاز أم مكة التي وردت في الأحاديث والروايات هي عبارة عن رمز المقصود منه مدينة أخرى هذا جانب والجانب الآخر بيّن فيه مثلا تكليف الفرد المسلم أثناء الغيبة الكبرى فيا ترى هذا تكليف الفرد المسلم أثناء الغيبة الكبرى صلاة وصوم وعبادات ودفع حقوق وهذه هي أم أنه نعتمد على هذه الرواية أو الحديث الوارد أنه خير الأعمال انتظار الفرج هذا انتظار الفرج أنا سمعت منه شخصيا هل هو الانتظار السلبي أنه أنا قاعد ويسوه قال أنا قاعد بالبيت وهذه إذن ما الذي يريده من الإمام صلى الله وسلم السيد قد تبنى هذا الأمر وبيّن أنه الإمام له حقوق إذا مدخل نذاكرة في الجزء الثاني ونحن علينا واجبات واجبات مرة نوعية لو صح التعبير ومرة واجبات باتجاه الإمام صلى الله وسلم فعليه أن السيد بأبي وأمي قد تبنى هذين الخطين أولا نفكر الرموز وثانيا كيف نمهد لظهور الإمام وإيجاد دولة يستطيع من خلالها الإمام صلى الله وسلم عليه الظهور فيها أو عليها ولذلك أنا أنا شخصيا لما أقرأ الدعاء الوارد اللهم إنا نرغب إليك أنا شخصيا ما أقراها في دولة كريمة لأن في ظرفية إنه أنا أرغب وجود دولة وأنا أكون فيها دون أن أقدم فيها شيء من التعب وإنما أنا شخصيا أقرأها اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة الباء هنا تكون سببية فأن نكون ولو سبب بسيط في إيجاد هذه الدولة والدليل وحدة السياق بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله أحسنتم أحسنتم سبعت الشيخ الشامي يعني السيد الشهيد عندما يريد أن يطرح هذه القضية المهدوية بهذه السعة يعني ضمنا مواربة يدعونا إلى بيان حدود المصطلحات لأن عندما يكون هناك مصطلحات مفتوحة جدا على معاني عديدة هذا يعني أنه لا يوجد هناك معيار اتجه بذلك إلى ظاهرة مجتمعية وشعيرة ضخمة اسمها صلاة الجمعة وبالتالي لا يمكن أن يكون للإمام سلام الله عليه دولة حقيقية دون أن يكون هناك من يمهد لها بشكل صحيح هنا أنا أسأل هل ظلم السيد الشهيد محمد محمد صادق الصد باختزال مشروعه بصلاة الجمعة ما المنهج الذي قدمه السيد الشهيد في إيجاد تميز مجتمعي وكيف يتأتى لنا نحن اليوم في غيابه كجسد وحضوره كفكر أن نعيد هذا التوهج لمجتمعي تفضل يعني زاك الله للخير وذلك أنه أنا أكد على قضية وأعيد عليها من جديد على قضية أنه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل بل أفضل ولذلك حقق حلم الأنبياء السيد الشهيد الصدر رضو الله تعالى عليه من خلال سنقول صلاة الجمعة ولذلك لما أشار في هذه القضية على أنه كما أنه ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآن وهذا نص صريح طيب وأشار السيد الشهيد الصدر في قضية صلاة الجمعة لا يستطيع أن يجمع هذا المجتمع إلا بالخلال هذه الشريعة الشعيرة وهي شعيرة صلاة الجمعة وذلك كان يقول وإن مات السيد محمد فاستمروا على صلاة الجمعة وإشار إلى قضية جدا كبيرة في هذا يقول صلاة الجمعة أنه يشنو شوكة في عين إسرائيل وأمريكا كما أشار في هذا في هذا القضية وذلك يشوف أنه العالم والمجتمع اجتمع على السيد الشهيد الصدر مع الأسف الشهيد لأن ربما المجتمع غيب فترات من الزمن على أنه لا تقام صلاة الجمعة إلا بظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرج الشريم طيب ولذلك أنه أكد السيد الشهيد ودعى من خلال من بره دعوى العلماء ودعى المراجع على إقامة صلاة الجمعة وقالهم تريدون أن تخطبوا وأنا أصلي تريدون أن تصلوا وأنا أخطب تريدون حتى قضية لما يشير على أنه هذه الصلاة هي شوكة في عين إسرائيل استطاع أن يجمع هذا المجتمع المتشتت الذي اختلفت آراء من خلال الآراء من خلال المواقف من خلال صلاة الجمعة أعطى حياته ودمه الشريف وأولاده من خلال تخري الدقيقتان الأخيرتان من محصتك هل لديك تعليق على ما تفضل به سماحة الشيخ الشامي من أن صلاة الجمعة لا شك هي مشروع واضح ولكن هل ظلم السيد الشهيد الصدر باختزال مشروعه فقط بإقامة هذه الشعيرة ماذا تقول نعم دكتور عزيزي سؤالك إلى الشيخ الشامي كان في بدايته أنه كيف نحافظ على هذا الوهج الذي صدر من خلال صلاة الجمعة من خلال حركة السيد الشهيد الصدر السيد الشهيد الصدر كان عنده طموح وهذا الطموح ذكره من خلال خطبة الجمعة حينما قال استمروا على صلاة الجمعة حتى لو مات السيد محمد الصدر ولا تجعلوا موت السيد محمد الصدر سبباً ودريعة لذلة الإسلام والتشيع وتفرق الكلمة وكثرة المشاكل بل الحوز الشريف تبقى بعون الله وجملة من المراجع يبقون بعون الله فاستمروا على شرفكم وعزتكم الدينية وشجاعتكم القلبية هذا نص ما ذكره السيد الشهيد الصدر بخصوص صلاة الجمعة أود أن أختتم الكلام أيها الحبيب حول مقطوع من موسوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لما لها من أهمية هذه المقطوعة السيد الشهيد الصدر يقول وحسب الفرد المسلم أن يعلم أن إمامه وقائده مطلع على أعماله وملم بأقواله يفرح للتصرف الصالح ويأسف للسلوك المنحرف ويعضد الفرد عند الملمات فأشعرنا السيد الشهيد الصدر برعاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال هذه المقطوعة وأنه فعلا انتفاعنا به في زمن غيبته كانتفاعنا بالشمس إذا غيبها السحاب فقدس الله روح مرجعنا الطاهرة وجعلنا من أنصاره ومن أتباعه ومن المستفيدين والمستلهمين لفكره ولعلمه شكرا جزيلا لسماحة الشيخ راعد الصخري الباحث والخطيب والشكر أيضا موصول لسماحة الشيخ حسين القريزي جزاك الله خير كان مداخلة بسيطة إنه مشروع السيد لم يختزل في صلاة الجمعة فقط وإنما له مشروع جهادي له مشروع علمي له مشروع ثقافي له مشروع عدبي كل مبتنيات الحياة اليومية لو صح التعبير منبعثة في مشروع السيد الشهيد الصدر لكن الفرد الأكمل كان ولا زال هو صلاة الجمعة المقدسة شكرا جزيلا لسماحة الشيخ حسين القريزي أحدك إلى سماحة السيد الشهيد قدس الله روحك وشكر أيضا الموصول إلى سماحة الشيخ ماجد الشامي باحث إسلامي في القتام أحبتي المشاهدين أقول هنا أستذكر قول للإمام السابق سلام الله عليه يقول عودوا نعود علينا أن نعود حتى تأتينا النفحات والهبات والعطايا علينا أن نعرف ماذا يريد مننا المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن نقرأ كل ما كتب أو جل ما كتب من المهم من الكتابات والمؤلفات حول ما يريده الإمام سلام الله عليه أعتقد بل أزم أن موسوعة سماحة السيد الشهيد قدس الله روحه هي وافية لذلك علينا أن نعود إليها لأنها مرتبطة بدولة العدل الإلهي لنا معكم لقاء إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر